منتخب المغرب للفوتسال كرة القدم داخل القاعة يواجه منتخب أفغانستان وديا استعدادا لكأس العالم للفوتسال أسباكستان 2024 السلام عليكم ورحمة الله محبي الفوتسال محبي الرياضة بشكل عام معاكم أخوكم كريم الهنداوي ودي قناتي نتحدث عن كل الأمور الرياضية وكل الأحداث الرياضية أتمنى تعملوا لايك للفيديو اشتراك في القناة عشان تقدروا تشوفونا مرة تانية اتكلمنا بالأمس أن منتخب المغرب للفوتسال هيواجه منتخب إسبانيا مبارتين وديتين في شهر أغسطس القادم استعدادا للمنديال وتكلمنا وقلنا أن منتخب إسبانيا اختياره اختيار مدروس اختيار منطقي جدا لأن المنتخب المغربي في تواجده في المجموعة الخامسة من المنديال متواجد معه منتخب البرتغال المنتخب الأوروبي المدرسة الأوروبية المعروفة جدا جدا في لعبة كرة القرم داخل القاع وبالتالي وقع الاختيار على منتخب إسبانيا أن يواجهوا المنتخب المغربي وديا منتخب مشابه لمنتخب البرتغال أيضا منتخب البرتغال حصل على كأس العالم مرة واحدة منتخب إسبانيا حصل على لقب كأس العالم مرتين وبالتالي الاختيار مدروس جيد جدا من هشام الدكيب واتكلمنا وتوقعت أن يتم اختيار منتخبات تشابه كثيرا منتخب تجكستان ومنتخب باناما وبالفعل النهاردة بنشوف خبر على موقع ماروك فوتسال برو أن المتخب المغربي للفوتسال هيواجه منتخب أفغانستان مبارتين وديتين مبارتين هيكونوا في المغرب في مدينة الرباط في شهر يوليو 2024 شهر 7 القادم بإذن الله وبالتالي يعني زي ما توقعنا هشام الدكيب بيختار مدارس مشابه للمتخبات المتواجدة معاه في نفس المجموعة وقلنا أن إن شاء الله في الفترة اللي جاية أكيد هيكون هناك مباريات ودية وتكون اختيارات لمنتخبات لإجراء مباريات ودية تشبه كثيرا المدارس اللي بيلعب معها أو هيلعب معها المتخب المغربي في كأس العالم للفوتسال وطبعا المبارتين لما يكونوا في المغرب في الرباط نتمنى إن شاء الله حضور الجماهير نتمنى إذاعة المباريات مع إن ده صعب جدا جدا لإن هيكون لسه متبقي وقت بسيط عن كأس العالم أتوقع إن لا يتم نقل هذه المباريات حتى لا يكشف المتخب المغربي على كل أوراقه أو على أوراقه الرابحة قبل الدخول إلى كأس العالم أفغانستان يعني شبه تجاكستان نفس المدرسة نفس طريقة اللعب بالمناسبة أفغانستان وصل لكأس العالم لأول مرة في تاريخه بعد ما كان موجود في كأس أسيا وقدم مستويات عالية جدا كأس أسيا لكرة الصلاة وبالتالي أيضا هو منتخب مشارك في المنديال استعداد قوي جدا جدا لمنتخب المغرب للفوتسال في الفترة اللي جاية وأعتقد أيضا إن في الفترة اللي جاية هيتم اختيار منتخب أو يعني لعب مباراة أو مبارتين ضد منتخب يشبه منتخب بنما يبقى أنت عندك هتلعب أسبانيا شبه البرتغال أفغانستان شبه تجاكستان أعتقد إنه ممكن يكون فيه مباراة في آخر شهر يوليو في آخر شهر سبعة يشبه مباراة لمنتخب أو ضد منتخب يشبه منتخب بنما وده بيأكد إن اختيارات هشام الدكيك للمباريات الودية هي اختيارات مدروسة مدرسة بمدرسة مدرسة مشابهة لمدرسة مدرسة تشبه طريقة لعب الفريق اللي انت هتلعبه في كأس العالم شفت خبر كويس جدا إن اللاعب يوسف جواد الكابتن يوسف جواد لعب المتخب المغريبي للفوتسال بدأ في مرحلة إعادة التأهيل بعد الإصابة اللي لحكته في كأس أمم إفريقيا للفوتسال بالمغرب 2024 وبالتالي نتمنى ونرجو من الله أن يعود يوسف جواد سريعا ويشترك مع متخب المغرب إن شاء الله في المباريات الودية القادمة ويشارك في منديال الفوتسال بإذن الله في حال إن ربنا إن شاء الله يشفيه ويعافيه ويرجع بسرعة للملاعب إن شاء الله نتمنى له الشفاء اللاعب يوسف جواد المجموعات أفكرك بها بالنسبة لكأس العالم أسباكستان المجموعة الأولى متواجد فيها أسباكستان وهولندا وبراجوي وغستاريكا المجموعة الثانية فيها البرازيل وكوبا وكرواتيا وطايلاند المجموعة الثالثة فيها الأرجنتين وأوكرانيا وأفغانستان وأنجولا المجموعة الرابعة فيها إسبانيا وكزاخستان ونيوزلندا وليبيا المجموعة الخامسة فيها البرتغال وبنما وتجاكستان والمغرب والمجموعة رقم ستة اللي فيها إيران وفنزويلا وجواتيمالا وفرنسا نتمنى أيضا التوفير للمتخب الليبي الشقيق نتمنى التوفير للمتخب المغربي الشقيق نتمنى في الفترة اللي جاية الإعلان من المسؤولين في ليبيا عن معسكر المتخب الليبي استعدادا لكأس العالم أسباكستان القادم لازم منتخب ليبيا يجري مباريات ودية لازم منتخب ليبيا يختار منتخبات تشبه منتخبات المتواجدة معها في نفس المجموعة زي منتخب إسبانيا وكزاخستان ونيوزلندا هي دي المنتخبات اللي موجودة مع منتخب ليبيا إشام الدكيك دايما سباء إشام الدكيك دايما طموحه عالي إشام الدكيك دايما يضع الخطة مبكرا إشام الدكيك بروفوسير بمعنى الكلمة هشام الدكيك اتمنى من كل الناس ومن كل المسؤولين عن الاتحادات او المسؤولين عن كرة القدم داخل القاعة في وطننا العربي يستفيدوا من هذا المدرب الكبير البروفوسير هشام الدكيك اللي رؤيته واضحة جدا جدا وطموحة عالي جدا جدا هيلعب افغانستان مبارتين وهيلعب اسبانيا مبارتين وما زالت الاخبار الصارة والاخبار الجديدة ان شاء الله هتلاقوها عندنا في قناة كريم الهندوي اتمنى في اخر الفيديو تعملوا لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته